مرحبا بكم أعزائي التلاميذ في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية للصفة الرابعة الابتدائي درسنا اليوم يونت 4 لسن 1 اليونت الرابع الدرس الأول عنوان الدرس The Challenge التحدي موجود بصفحة 54 من كتاب الطالب صفحة 52 من كتاب النشاط قبل ما لدي بالدرس لا تنسى الاشتراك في قناة اليوتيوب الاسم من أستاذ طاحسين ومدرس اللغة الإنجليزية لمتابعة جميع حلقات دورة الرابعة الابتدائي صفحة 54 من كتاب الطالب مكتوبة على الصفحة The Challenge التحدي وبجانبها مكتوب كلمة Revision Revision معناها مراجعة يجب أن تتعلمون أن اليونت الرابع واليونت الثامن من منهج اللغة الإنجليزية يعتبرن وحدات مراجعة يونتات للمراجعة اليونت الرابع هو مراجعة شاملة لجميع المواضيع اللي أخذناها باليونت الأول واليونت الثاني واليونت الثالث هنا أنا رح يختبر فهمي للمواضيع السابقة من خلال مجموعة من الأسئلة اللي مسويها على شكل تحدي يتم تقسيم الصف إلى قسمين أو فريقين الفريق الأول يتحدى الفريق الثاني مثل ما رح نجي نوضح بهذا النشاط فهنان التحدي يقول لي هناك تحدي مدرسي هل يمكنك أن تساعد في هذا التحدي؟ اختر فريقك أما تروح مع فريق A أو تروح مع فريق B أنا أختار الفريق الفلاني فهنان التلميذ رح يكتب اسم الفريق اللي رح يروح يشارك ويا إذا كان A يكتب هناك A وإذا كان B يكتب B مثل ما وضحنا أن الصف رح ينقسم قسميا فريقين الفريق الأول اسمه فريق A والفريق الآخر اسمه فريق B ويتم بياناتهم التحدي اللي هو عبارة عن مجموعة من الأسئلة والأجوبة الفريق الأول يسأل الفريق الثاني الأسئلة الخاصة B والفريق الثاني يسأل الفريق الأول كذلك الأسئلة الخاصة B ويجمعون النقاط وبالاخير يعلنون الفريق الفائز فبأسفل الصفحة موجودة Answer your team's questions أجب على أسئلة فريقك فهنا هنا هاي الأسئلة الخاصة بteam A وهذه الأسئلة الخاصة بteam B فهنا هنا واحد من فريق A يسأل فريق B يقول له How old is Leena كم عمر Leena فهنا هنا واحد من فريق B يجاوبه إذا جوابه جواب صح يخليه النقطة وإذا جوابه جواب خاطئ يخليه لصفر وبالاخير يحسبون درجاتهم كل فريق يحسب درجاته ويكتبون النتيجة هنا احنا من هذا النشاط ما يهمنا التحدي أو اللعبة وانما يهمنا هذه الأسئلة هاي الأسئلة جدا مهمة بالامتحان التحريري وكذلك الامتحان الشفوي الامتحان الشفوي قد الاستاذ يسأل الطالب يقول له How old is Leena كم عمر Leena فمن خلال الدروس السابقة احنا عرفنا عمار Leena وكريم وناديا ويوسف إلى آخره المفروض يقدر يجاوب على هذا السؤال الشفويا أو قد يكون تحريريا بالامتحان التحريري فهنانا How old is Leena كم عمر Leena أخذنا باليونت الأول للدرس الأول انه عمر Leena هو ثمان سنوات فأقول She is nine عمرها ثمان سنوات ليش قلت She لأن Leena بنت والبنت أعوض عنها بالضمير She والShe تأخذ Is زائدا العمر انها ثمان سنوات هنه بالفريق الآخر اللي هو فريق B يسعى الفريق A يقول How old is Nadia كم عمر Nadia فالفريق الأول اللي هو فريق A المفروض يجاوب على هذا السؤال إذا جاوب يخلي له النقطة وإذا ما جاوب يخلي له صفر فهنانا How old is Nadia كم عمر Nadia كذلك كم عمر جاوب كامل أقول She is nine أخذنا بالليونة الأول الدرس الأول أنه عمر Nadia تسع سنوات فأقول She is nine عمرها أو إنها تسع سنوات Number two ثانيا I am going فراغ The Slide أنا ذاهب فراغ الزحليقة شنو الكلمة المناسبة الفراغ إذا تذكرون باليونة الأول الدرس الأول بكتاب النشاط أخذنا الأفعال وحروف الجر المناسبة لها إذا تذكرون Climb Up يتسلق للأعلى Crawling Through يسحب من خلال Flying Up يطير للأعلى إلى آخره كذلك عندنا Going الشنو يناسبها يا حرف جر Going Down كتبناهنا على شكل جدول وقلنا ضروري جدا أن نحفظهن Going Down The Slide ذاهب أسفل الزحليقة إذن Going يناسبها حرف جر Down بالنقطة الثانية المتعلقة بفريق B I am climbing فراغ The Ladder أنا أتسلق فراغ الدرج شنو حرف جر المناسب للفعل Climbing Climbing يتسلق Up للأعلى Climbing Up The Ladder يتسلق أعلى الدرج Number 3 ثالثا There are فراغ Some pens In my bag هناك بعض الأقلام في حقيبتي شنو يكلم المناسب للفراغ إحنا عرفنا أنه There يجي ورها أما Is أو R إذا كان الشيء اللي أعبر عنه مفرد أخلي Is وإذا كان جمع أخلي R فالPens الأقلام نلاحظ أنه هاي أسجمع Pen قلم Pen أقلام إذن هذه جمع فعند الجمع شخلي للذير أخلي لها R There are some pens in my bag هناك بعض الأقلام في حقيبتي السؤال المتعلق بالفريق الآخر There فراغ A toy bear in my bag هناك لعبة دب في حقيبتي أخلي إذ لعار بما أنه الشيء مفرد الدب مفرد فأخلي إذ أقول There is a toy bear in my bag هناك لعبة دب في حقيبتي Number 4 رابعا Where are you from من أين أنت أخذنا هذا السؤال باليونت الثاني وعرفنا شونا نجاوب عليه إذا سألني شخص Where are you from من أين أنت أقول I am from Iraq أنا من العراق السؤال المتعلق بالفريق الآخر What language do you speak إحنا عرفنا أنه language معناها لغة ما اللغة التي تتحدثها كذلك قلنا هذا السؤال شفه وي مهم والإجابة عليها تكون كالآتي I speak أنا أتحدث إحنا شونا اللغة نتحدثها أكيد اللغة العربية فأقول I speak Arabic أنا أتحدث العربية number five خامسا longer و shorter أنا أخير نبين اختيارين هاي الجملة شخلي لها longer لو shorter خلنا نقرأ الجملة A ruler is فراغ than a pen المصدر فراغ من القلم longer أطول من القلم لو shorter أقصر من القلم إحنا نعرف أن المصدر أطول من القلم فأقول longer longer than a pen المصدر أطول من القلم السؤال المتعلق بالفريق الآخر bigger و smaller بخيرني بين أكبر وأصغر A van is فراغ than a car A van معناها الشاحنة الشاحنة فراغ من السيارة أكبر من السيارة لو أصغر من السيارة إحنا نعرف أن الشاحنات تكون كبيرة فأقول The van is bigger than a car الشاحنة أكبر من السيارة number six سادسا I go to school buy فراغ أنا أذهب للمدرسة بواسطة فراغ شون الكلمة المناسبة فراغ إحنا عرفنا أن الباي يجي مع وسائط النقل فأقول مثلا buy car أو buy bus إلى آخره أذهب إلى المدرسة بواسطة السيارة بينما بالجملة الخاصة بالفريق الآخر I go to school at إحنا عرفنا أن الآت تستخدم مع الأوقات فأقول I go to school at مثلا 7.30 أذهب إلى المدرسة الساعة السابعة والنصف هذا ما يخص الأسئلة المتعلقة بفريق A وفريق B أسئلة جدا مهمة بالامتحان الشفوي وبعضها أن الممكن أن تجينا بالامتحان التحريري مثل الجملة الخامسة أو الجملة الأولى ويطين اختيارين إلى آخره لذلك ضروري جدا أني أحفظ هذه الجمل أحاول أكتبها بالدفتر أراجعها أكثر من مرة قبل أن أروح للمتحان المتعلق بنصف السنة ننتقل إلى كتاب النشاط التمرين الأول write your own rhyme أكتب قصيدتك الغنائية and choose a name واختر اسم هنا ننتبه منطين قصيدة غنائية ناقصة يطلب من عندي أن أكملها بالكلمات التي منطينها بكل جملة مثلا الجملة الأولى هنا كاتبين رقم واحد معناها أختار لها كلمات من ذن الكلمات الخاصة بالجملة الأولى فمثلا الفراغ أطول من فراغ أجيب كلمتين مناسبات لهذه الفراغ أكمل هنذن الفراغات رح أصبح أدي قصيدة غنائية فمثلا river نهر road طريق banana moza snake حية train قطار فشن الكلمة التي أخليها بالفراغ الأول أطول من الكلمة التي أخليها بالفراغ الثاني مثلا أقول road الطريق أعشرها هنا وأكتبها هنا الطريق is longer than أطول من مثلا train أطول من القطار أعشرها وأكتبها بهذا الفراغ بعد and number فراغ is bigger than 10 ورقم ورقم فراغ أكبر من رقم 10 شن الرقم من ذن الرقم أكبر من 10 كل ذن الرقم صحيحة بأختار رقم مثلا ولي يكون 20 أخلي هنا أنا أقول and number 20 is bigger than 10 ورقم 20 أكبر من 10 number 3 ثالثا أي فراغ is taller than be الفراغ أطول من النحلة شنو الكلمة المناسبة cat القطة elephant الفيل dog الكلب horse الحصان low lion الأسد أي كلمة أخليها من ذن كلمات صحيحة مثلا نقول horse a horse is taller than be الحصان أطول من النحلة and my فراغ and فراغ are older than me و فراغ و فراغ أكبر سن من شنو الكلمات المناسبة بفراغ كذلك أروح للجملة الرابعة friend صديقي grandma جدتي grandpa جدي brother أخي sister أختي مثلا نقول my friend صديقي أكتب هنا and my brother وأخي أكتب كذلك هنا my friend and my brother صديقي وأخي older than me أكبر سن من me so I am younger than سن من you see هل ترى number five خامسا الفراغ أصغر من فراغ كذلك نشوف كلمتين مناسبات الفراغ a pier كمثري watermelon الرقي grape العنب plum الخوخ mango المانغا فكذلك أختار كلمتين كلمة أصغر من كلمة أخرى فأقول مثلا grape العنب وكتبها كذلك هنا a grape is smaller than العنب أصغر من مثلا watermelon الرقي number six سادسا and I am فراغ than that man وأنا فراغ من ذلك الرجل older أكبر سن shorter أقصر younger أصغر سن taller أطول bigger أكبر إلى آخر فأختار مثلا أقول shorter أعشر هنا وأكتبها بالقصيدة الغنائية and I am shorter than that man وأنا أقصر من ذلك الرجل let's say these words together again فننقل هذه الكلمات مرة أخرى longer shorter older younger bigger smaller taller and shorter هذا ما يخص هذا النشاط مجرد أختار كلمات من التمرين الأول أحط بالقصيدة الغنائية تكون مناسب للقصيدة الغنائية أكمل بها الفراغات على موضة الصير قد قصيدة غنائية خاصة بي هذا مجرد نشاط صفي غير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي هذا كان درسنا لهذا اليوم ننتبه للأسئلة المتعلقة بالتحدي أسئلة جدا مهمة نحاول نحفظها ونحفظ الأجوبة المتعلقة بيها ليش لأن راح تفيدني امتحان نصف سنة سواء كان امتحان الشفوي أو امتحان التحريري ختاما شكرا لمتابعتكم للفيديو أي سؤال أو سفسار أو وضافة تقدموها تقدرون تتواصلون معي على حسابات الموجودة منكم على الشاشة اشتركوا في القناة